مساء الفل اخباركم يا جماعة يا ربوا تكونوا بخير النهاردة حلقة عن الفوتوشاب هنتكلم فيها عن المنظور لو سألتني عن اهم الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها وانت بتشتغل وانت بتعمل اي عملية دمج او منيبوليشن في الفوتوشاب هقولك شوية حاجات رقم واحد الكونسبت لازم تكون جاب كونسبت كده حلوة علشان النتيجة في الاخر تطلع كويسة وبالمناسبة انك تعمل حلقة كاملة عن الكونسبت ارت لو مش فتياش ارجع تفرج عليها بعد الحلقة دي وكتب لي رأيك عنها وبعد كده ندخل فيه مرحلة اختيار الصور الصور اللي انت هتختارها لها عامل مهم جدا فيه النتيجة النهائية للدزاين بتاعك فطبعا احرص على ان الصور بتاعتك تكون بالتأكيد الكواليتي بتاعها عالي وبعد كده ندخل فيه السليكشن لازم تعمل سليكشن كويس على عناصر اللي انت هتلمجهم مع بعض في الاخر فيه صورة واحدة وربع حاجة هو ان انت تعمل بقى الكلور ادجاسمنتس والكلور جريدينج عشان تزبط الدل والنور والالوان بحيث ان التصميم بتاعك يكون متجانس وفي النهاية بندخل فيه اخر مرحلة وهي اضافة المؤثرات والتأثيرات الخاصة كل ده بصراحة مش هيبقى لي لازمة لو المنظور بتاعك في الدزاين مش مزبوط وعلشان كده فوتوشوب اضافه فلتر اسمه vanishing point اللي بيساعد في حالات كتير جدا وانت بتشتغل زي مثلا الكلون ستامب الكلون ستامب اللي دايما لو انت بتشتغل بتباد عن انك تاخد عينات من منطقة فيها منظور واضح ولكن الفلتر ده بيفيد جدا في الحالة دي او مثلا انك بتنقل صورة باب من زاوية وعايز تحطها في زاوية تانية خالص ونفسك المنظور بتاعها يتزبط الvanishing point هايلة في النقطة دي او عندك ديزاين انت عامل وعايز تركبه على مبنى واخد كزا زاوية وعايز الدزاين بتاعك ياخد منزور المبنى ده على طول فالvanishing point برضو هتساعدك في الحتة دي وهتعملها لك ببساطة واخر حاجة هي قياسات انك تقيس طول شيء معين صراحة كان قبل كده لما حد بيسألني عن موضوع القياس في الفوتوشوب كنت دايما بقول له فوتوشوب برنامج ما تعتمدش عليه خالص في القياس لانه مش زي AutoCAD و Illustrator مثلا برامج فيكتور كده محترمة تمسك اللاين تعرف اللينس بتاعه واللينس بتاعه بيطلع مظبوط وكل شيء لكن فوتوشوب بقى انت برنامج راستر عنده pixels وصور يعني القياس فيه بصراحة ما كانش احسن حاجة فمبام ان الفلتر دا فيه موضوع القياس ان انا اقيس الاطوال قلت طيب هحط الفلتر دا تحت الاختبار فقلت هجيب صورة عربية احلامي وهي عربية من شركة تسلا اسمها Cyber Truck لسه منازلتش فبس هي عربية طحفة يعني جميلة جدا فقلت هقيس طول العربية دي فيه باستخدام الفلتر دا ومن خلاله هشوف طول Elon Musk مؤسس شركة تسلا هيتلع معي مظبوط او لا انا مش عارف بصراحة الفكرة دي ممكن تطلع فكرة متخلفة وتطلع النتيجة بايزة خالص فخليكم معي لغاية اخيرة الحالة هنشوف الموضوع دا هيتلع مظبوط ولا اي كلام اوكي الموضوع سهل جدا يا جمع هفتح الصورة على الفوتوشوب وحعمل New Layer علشان شغلي كClone Stamp بيبقى على New Layer علشان لو حبي بعدل فيه وبعدين هطلع من فلتر واختار Vanishing Point تمام الصورة دي انا عايز اشيل منها اللي يفطى دي كلها فهمسك طول اسمها Create Plane Tool الشورتكات بتاعها C وهبتدي ارسم لينز توضح المنظور بتاع الصورة هاخد كده من المبنى وهستعين باللينز الموجودة بتاعت الطوب ان هي تساعدني ان انا اصبط منظور المبنى دايما في اي صورة هتلاقي Guides League تساعدك وانت بتشتغل زي ما هتشوفه في الصور اللي انا هستخدمها انا هنا هستعين باللينز بتاعت الطوب علشان عارف ارسم البلاين بتاعتي وزي ما تشايفين البلاين بتاعتي لونها ازرق ازرق معنا ان البلاين مزبوطة وبعدين همسك باعداء اسمها Edit Plane Tool بتاعت الجرد دي وهبتدي اكبرها بحيس اكبر المساحة اللي انا هشتغل فيها تمام انا هنا اللي يفطى زي ما تشايفين كبيرة جدا والطوب فيه المنظور يعني الطوب قريب من حرف ال N كده حجمه كبير ونحية اللوجو على الشمال حجمه صغير جدا تمام فهبتدي اخد وشورتكاد طاحة اسجو والفلتر عادي وابتدي اخد عينات من الطوب واشتغل هنا زي ما نشايفين الطوب بيتشال وبيتحط مكانه طوب في نفس المنظور الحاجة بس اللي انا عايز اكد عليها هنا هي تريك كده صغيرة ان انا باخد عينا من نفس المنظور من نفس البعد ليه علشان ممكن يكون الطوب البعيد فاخد عينا من الطوب احط مكان الطوب هاخد من البعض المتوسط برضو عينات وهبتدي اشتغل برضو عادي انت بتاخد بالمناسبة لو حد مش عارف باخد العينا بألت وبابتدي ارسم عادي كنة ماسك فرشة بالماوس او بالتابلت عادي عندي الجزئية دي كان فيها بسيط فاتزبطت عادي مافيش مشكلة وزي ما شايفين الصورة اتزبطت اتشالت اليافطة مافيش اي حاجة النتيجة مرضية جدا جدا ولو انت جربت تستخدم الكلون ستامبل عادية هتلاقي الموضوع صعب جدا صعب جدا توصل للنتيجة دي معنا الصورة التانية هنا في الاول هحاول اشيل البسكت اللي على الحيطة ده باستخدام الكلون ستامبل عادية فاخد عينا من الحيطة وهاشتغل فاكتشف ان المربعات الموجودة على الحيطة مش بتجبر المفروض ان هي تجبر وكمان الصور الاسود ده المفروض ان هو يعني انت نفسك انه يجبر بس طبعا الكلون ستامبل مش بتفكر بالطريقة دي فالنتيجة طبعا في الاخرة تبقى مش كويسة خالص زي ما شايفين المربعات اللي على الشمال السفرة دي حجمها كبير المفروض في المنطقة دي تكون حجمها كبير فيه فرق كبير جدا فيه المنظور واضح وده غير ان الرخام اللي على الارض طبعا منظوره مش مزبوط خالص ده الكلون ستامب التقليدية طيب انا هرجع بالهستري الورق وهجرب بقى باستخدام الفانيشينج فحامل برضو نيولير وهاختار فانيشينج بوينت وهرسم بلاين جديدة هستعين باللاينز الموجودة في الحيطة علشان افهم الفوتوشاب منظور الصورة دي عامل ازاي بالزبط وهحاول اركز ان المنظور اللي انا برسمه او الجرد اللي انا برسمها او البلاين اللي انا برسمها تكون مزبوطة زي ما اتفقنا البلاين المفروض يكون لونها ازرق وبعدين باستخدام الادت بلاين هبتدي امسك البلاين بتاعتي او الجرد بتاعتي من الكورنرز بتاعتها وهزبطها كده شوية وبعدين هكبرها بحيث ان هي تاخد الحيطة كلها من كل سعيد كده هتلاقي نقطة بيضة تقدر انك تزبط منها الكلام ده طيب عايزة ازبط البلاين بتاع الارض فهدوس كنترول وهاخد النقطة البيضة دي واشد جرد جديدة زي ما تشايفين الجرد على طول طلع مزبوط هنا برضو العمود طلع لبرا شوية فياخد من النقطة البيضة دي هدوس كنترول وهسحب لغاية اخر العمود طلع مزبوط ما فيش مشكلة لان من الاول اول جرد انت رسمتها كانت مزبوطة تمام هصغرها شوية بما يتناسب مع سمك العمود اللي على الحيطة بعدين كنترول تاني وحاعدل الجرد بتاعت بقى الكليير بتاع العمود وكمان هزبط الجرد بتاعت الارض وتقدر من هنا كمان تدوس كنترول وتاخد من النقطة البيضة وتكمل بقى لغاية اخر النفق ده او تقريبا دي محطة سابوي فهاخد الجرد واكمل لغاية الاخر يمكن احتاج ده بعدين طيب انا هنا عايز اشيل ايه عايز اشيل الباسكت ده وعايز اشيل الكتابات اللي على الحيطة فهياخد عينا من الحيطة وبتدي اشتغل مكان الباسكت تمام فيه اوبشن فوق بس كده عايز اتكلم عنه فيه اوبشن فوق اسمه هيل انا هتأكد ان الهيل بتاعي في الحالة دي هو هيل اوف يعني بقول للفوتشوب متحاولش انك تعمل هيلنج لو احتاجت هيلنج هعمله انا بنفسي تمام طب لو الهيل ان الفرق هوريكم كمان شوية فانا هبتدي اخد عينات وزي من شايفين عينات المربعات الموجودة على الحيطة كل ما بقرب بتكبر ودي حاجة كويسة جدا طبعا كنت ممكن استخدم صورة اسهل من كده بس حبيت ان انا اوريكم الموضوع بشكل واضح يعني ازاي النتيجة بتاعت بتفرق كتير جدا عن طيب انا هنا كده قربت اخلص الحيطة هبتدي ادخل بقى في الروخامل على الارض برضو باخد عينات هو ببتدي اشتغل بلاقي المنظور يعني هو بيشيل الباسكت وفي نفس الوقت المنظور شغال انا هنا خليت الهيل بتاعي اللومنس اللومنس هيبتدي يزبط الدل والنور يعني انا بحط عينا بيبتدي يشوف الدل والنور الموجود في الصورة ويزبطه هو على طول من نفسه فدي حاجة كويسة جدا هختار هيل اوف وهشتغل الجزء اللي فوق ده علشان تشوفوا ده اتعمل ازاي هختار هيل اوف واشتغل فازان شافين فيه بقى بيضة كبيرة كده طيب لو حصل ان انا غيرت واخترت ان الهيل بتاعي يبقى لومنس هتلاقي ان انا باخد عينا من الحتة الفتحة لما بحطها في حتة غمقة بتتحول للاضاءة الغمقة اللي موجودة على الحيطة فالنتيجة بتطلع افضل كتير مفيش اي اثر ان كان فيه اي حاجة على الحيطة وبمي ان الشغل بتاعك انت عامل على الهيل فتقدر بيع تزبط بتاعت الاماكن دي لو هي غمقة شوية اوف اتحة شوية تقدر تزبطها انت بنفسك بمنتهى البساطة بعد كده هعمل الهيل جديد وهوريكم فكرة تانية ان انا اقدر وبعد كده هعمل الهيل جديد وهفتح صورة كده بتاعة صورة جرافتي رسمة على الحيطة هاخد الصورة دي وهحاول اركب الصورة دي على الحيطة والارض فبمنتهى البساطة انا هعمل على كده على الجرافتي وهاخده وهدخل جوة فلاقي الجراد بتاعتي مظبوطة فهدوس الصورة هتتحط ومجرد ما امسكها ومجرد ما امسك ومجرد ما بطيدي احرك هلاقي ان الصورة يتعمل لها في المنظور على طول وزي ما اتشايفين المنظور حتى مظبوط عند العمود والدخول والخروج بتاع العمود والارض وكل حاجة ما فيش اي مشكلة تدوس وتعمل ترانسفوم اللي هي الجرافتي تقدر تكبره او تصغره وتعمل به اللي انت عايزه ده طبعا توتوريال يعني انا باوريكم الفلتر يعني امكانياته عاملة ازاي الميزة التانية لاستخدام فلتر هو امكانيات انك تركب اي ديزاين ينت عامله على اي صورة فيها منظور يعني ممكن تستخدمه كموكاب ممكن تستخدمه لو انت عايز تركب مثلا لو انت مهندس ديكور وعايز تركب عناصر في منظور انتيرير او اكستيرير ويبقى المنظور بتاعها متوفق مع منظور السورة الاصلية الفلتر ده هيكون مساعد جدا بصراحة ازاي هقدر اعمل كده الموضوع بسيط جدا هروح اعمل لير جديد وبرضو هطلع من فلتر الكعبالة اللي تحفي ديكتها كعبالة كارت الشاشة بتاعي مفيش مشكلة باستخدام بتاعها C طبعا هنا اللي يفضع يعني الاربع بتاعها واضحين فالموضوع سهل جدا هلاقي بتاعها اللي لونها ازرق فده كده معناه مظبوط هدوس من الشمال وهسحب عشان اعمل الجنب التاني بتاع اليفطة اللي موجودة في الصورة وبعدين باستخدام هبتدي اعدل كده وحامل شوية عشان ازبط المنظور يبقى مظبوط بس في الاول انا بيبقى تركيزي ان انا اعمل بتاعتي او بتاعتي مظبوط هدوس اوكي كده يبقى بتاعتي متسجلة ده طبعا هنا سامبل ديزاين انا عملته كده بسرعة باللوجو بتاع القناة هاخده كنترول سي كابي وهدخله جوه الفلتر هفتح الفلتر وادوس كنترول في هينزل الديزاين متى هينزل في المكان اللي انا رسمت فيه هدوس كنترول تي وابتدي اصغره لغاية ما يكون حجم الديزاين مناسب لمكان اللي انا رسمتها بس كده الموضوع بسيط جدا هدوس اوكي هلاقي ان اليفطة بتاعتي او الايلان بتاعي نازل على لير مش عالصورة نازل على لير منفصل وبعدين حامل لير جديد وهطلع وحامل رندر لي الجراد بتاعتي حامل رندر جراد تو فوتوشوب هدوس اوكي هلاقي ان الجراد دي نزلت على لير الجديد اللي انا عملته بحيس تساعدني وانا بعمل اكون شايف كل سايد من السايدز بتاعتي الاعلان بدقة وزي ما تشايفين المبنى نفسه السايد الشمال بتاعه الاضاقة الجاية فيه اعلى من السايد اليمين فحامل وهفتح الجزء اللي على الشمال بس والجزء العليمين هلوانه في الماسك بتاع الادجاسمنت بلون اسود فالاضاقة هتتطبق على السايد الشمال من الديزاين بتاعي وبس زي ما تشايفين تركيب شكله كويس جدا وما اخدش مني دقيقة واحدة الميزة بقى اللي كنت بكلمكم عليها في الانترو هي موضوع اياس او معرفة طول اي عنصر موجود في الصورة ده ممكن يكون مفيد جدا لمهندسي الديكور والمهامريين وكتير جدا من التخصصات ان انت من خلال معرفة طول حاجة واضحة في الصورة يعني مثلا انت عندك في الصورة موبايل او عربية او مثلا تلفزيون او اي حاجة زي كده لو انت عارف الموديل ده ودخلت على الانترنت وعرفت طوله فتفهم فوتوشوب ان الجزئية دي من الصورة طول هكذا وبعدين تبتدي تقيس بقى اي عنصر تاني موجود في الصورة فتعرف طوله هنشوف الموضوع ده هيطلع دقيق ولا لا فجبت الصورة اللي كانت من مؤتمر شركة تيسلا اللي تم الاعلان فيها عن العربية دي وهقيس طول العربية دي بعد ما ارسم المنزور بتاع الصورة مظبوط وبعد كده هشوف هل طول الماسك هيطلع هو فعلا طول الحقيقي ولا لا فبرده هروح هعمل جديد وهروح لفلتر وهبتدي ارسم بتاعتي طيب بتاعتي هجيبها منين هجيب منين منزور الصورة حتى العربية نفسها مش مربعة مسلا او مستطيلة يعني منزور مش واضح صراحة لو ركزت هتلاقي فيه جايدز ليك كتير زي مسلا اللي واضحة بشكل كبير في الارض فهبتدي استعين باللاينز الموجودة في الارض ان انا ارسم منزور الصورة وبعدين هاجي من ده بقى هبتدي اشتغل هادوس واسحب لفوق فزي ما انت شايفين اخدت من العليمين لان الخط بتاعها ماشي مع الخط بتاع كوتش او تحتة في العربية وبعدين هادوس واسحب لفوق لغاية ما اوصل لأعلى حتة في العربية وهبتدي ازبط بقى بتاعتي بحيس ان هي تكون مزبوطة وبرده زي ما اتفقنا ازرق معناها ان الجراد مرسومة صح احمر معناها ان الجراد فيها مشكلة بعدين هعمل بقى على الجزء بتاع الارتفاع ده وهمسك الاداة اسمها ماجر طول هقيس بقى من ارتفاع الكويتش لغاية اهلا حتة في العربية طبعا اللينز مش مكتوب مزبوط فهدخل عالنت حارف طول العربية كان طول العربية متر وتسعين وبعدين هقيس بقى الطول بتاع ايلون ماسك فزي ما انت شايفين طالع مزبوط لدرجة كبيرة فعشان تأكد هدخل الانترنت مكتوبة هو طول العربية متر وتسعين وايلون ماسك برضو من سايت تاني مكتوب برضو قريب جدا من القياس اللي انا عملته 186.7 الفكرة من ده ان بس ان كنت عايز اتأكد انه القياس ده ممكن يكون جايد ليك مش هيكون ادقة حاجة ولكن هيكون قريب جدا للقياس الطبيعي فاوبشن كويس لو حد احتاجه موجود في الفلتر ده. الراجل طلع طوله مزبوط قريب جدا من طول الحقيقي. يعني يا رب الفيديو يوصله يمكن يدلنا كاوتشا من العربية او الحانية. بس فبنهاية الحلقة يا رب تكون استفدتم. اتمنى تجربوا الفلتر ده من نفسكم. ولو عندكم اي استفسار اكتبلي تحت الفيديو. بس متنساش انا شغال على الفوتوشوب فيرجنت هات 2021. وبس استنوا الاسبوع الجاي ان شاء الله مع موضوع جديد وسلام. موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة